اللهم صل على سيدنا محمد أنه ممكن أن تتميز بين هذه المجازات باعتبارات مختلفة تقبلها من جهة وترفضها من جهة ممكن أن تدمج بين أكثر من مجاز تصبح مقبولة بالدمج هذا فمجاز المرأة ومجاز النفس وحده غير مقبول يهلكك واضح أنا أقبل مجاز واسعني قلبه عبد المؤمن هذا الأثر الإسرائيلي على أساس أن تكون النفس أو القلب المؤمن موصلة تهدي إلى الله يعني في الأخير تلجئك إلى ماذا؟ إلى مجاز الطريق الله يطلب خارج النفس يا حبيبي الله ليس هو النفس الله ليس هو أنت ولا أنت الله الله حقيقة متخارجة الله شيء والكون شيء فهمتوا؟ بيننا كيف مسألة معقدة أنا معرفة أنها معقدة وفيها إشكالات كبيرة جدا جدا بس هذا القدر الذي تقريبا إيه تطابق عليه إيه الموحدون من غير أصحاب النزعات الوحدوية والحلولية والكلام الفارغ المضل هذا قال لك إحنا نؤمن بالبينونة الله شيء وخلقه شيء وقلنا هل أتى على الإنسان حيما؟ لم يكن شيئا مذكورة يعني العقل المؤمن الإسلامي التوحيدي يقبل فكرة الخلق من العدم مبدأ لو وزيع المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم مش مقبوئة في الكلام الإسلامي في علم العقل الإسلامي بالصحيح بقول لك المادة تستحدث من العدم إيش رأيك؟ ستقول لي بس العلم علم إيش؟ اليوم عندك فيزياء الكم وهذا الفرحان به الملاحدة وطيرين به هم إنه هايو في عنا عدة نماذج عدة طروحات عدة وإي كذا تؤكد إنه المادة تنبثق من عدم صح؟ بس هذا ما بساعدة إلحاد إنسى إنسى مدام في عندك إيه؟ مادة جاءت من حيث لا تعرف سميته أنت عدم يبقى سؤال إيه؟ العلة الأولى قائما وإنها نفسها علة نفسها ما بفسر ولا شيء هذه قضية معروفة في علم إيه الفلسفة وعلم الكلام ما بدنا نخش فيها مش موضوعنا على فئة عكل حال مش موضوعنا